انا نشوف السبب ايه ان الاتحاد الكرة ما بيحولش الشكاوى بتاع النادي الاهلي للجنة الانضباط ونرجع تاني مجلس ادارة النادي الاهلي عمل عشر بلاغات الاتحاد الكرة هل هيناقش القصة دي فين ردودهم فين لجنة الانضباط انت لو حصل حاجة زي دي فتحت اصلا في الاتحاد يمشي الاتحاد اضعف منه هو يناقش حاجة زي دي لا لا صعب الموضوع هم بيخافهم الصوت العالي اللجنة الانضباط بتعمل ايه تحقق في شكاوى الناس وتعاقب شكاوى الناس بيجي لهم من اين من ايه من اتحاد الكرة ايه وانتحاد الكرة ما بيقعط له شكوى هل حولها انا بسأل بقى ليه ما تحولها ولا اي حاجة تحصل ليه ولا اي حاجة تحصل انهما تقلق قالوا بالنص ان احنا الاهلي مش هيحكمنا ان احنا الاهلي مش هيحكمنا هنا بقت الخطورة هنا الموضوع بقى شخصي بحت ما بقيتش لوائح ما بقيتش قيم ما بقتش لجنة مسابقات ما بقتش لجنة انضباط بقى الموضوع ان طالما الامر ده جاي من طرف النادي الاهلي يبقى فيه مسائل شخصية عشان الاهلي ما يحكمناش الاهلي لا يحكم الاهلي مع اللوايح ومع المسابقات ومع لجنة انضباط بدليل هو الاهلي لما تم الضرر وقع عليه هو رحل مين هو رحلك انت بصفتك انت المنظم للمسابقة بصفتك انت الحاكم على الدور المصري فهو اللي جاي لك انت بيقولك ده انت اللي بتحكم مش الاهلي بيحكم او اللوايح والقوانين اللي بتحكم فكرة انك ترفض اللوايح والقوانين انها تحكم هي فكرة بصراحة بتعرضنا لمزيد من الضغط ومازال في وزر اللي بيحصل ده مازال مجلس دارة النادي الاهلي بجميع افراد وعرأسهم الكابتن محمول خطيب ملتزم تماما بمزيد من ضبط النفس